أهلاً ومرحباً بكم ما هي الإباضية؟ كيف نشأت؟ وكيف تطورت؟ لماذا عارضت الدولتين الأموية والعباسية؟ وكيف أسست لها دولاً مستقلة؟ لماذا يرفض فقهاء ومفكر الإباضية الانتساب إلى حركة الخوارج؟ ما الذي يميز الإباضية عن مذاهب الإسلام الأخرى؟ وما علاقتها بالمعتزلة؟ وما هي نظرية الحكم لدى هذه الحركة؟ النقاش بعد التقرير نشأ المذهب الإباضي في البصرة على يد الإمام جابر بن زيد لكن المدرسة الإباضية تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي الذي جهر بمواقف سياسية واجه بها خلفاء بن أمية ولسيما عبد الملك بن مروان وقد أورد المؤلفون في الفرق الإسلامية الإباضية باعتبارها فرقة من فرق الخوارج كما عند الشهرستاني في الميلل والنحل وعبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الميلل والنحل ويرى الشيخ علي يحيى معمر في كتابه الإباضية بين الفرق الإسلامية أن أبي حسن الأشعري لم يكن منصفاً للإباضية في كتابه الشهير مقالات الإسلاميين حيث تبين له أن الأشعري لا يعرف الكثير عن المذهب وأهله وأن ما كتبه عنهم لا علاقة لهم به ويعود ذلك لوثوقه بمصادر غير مؤتمنة وعدم رجوعه إلى مصادر الإباضية وما كتبه أعلامها الكبار أما المفكر الإسلامي محمد سليم العوى الذي بحث عميقاً في كتب الإباضية ومصادرها فيقول في كتابه المدارس الفكرية الإسلامية إن الإباضية ينفون اعتبارهم أن يكونوا من الخوارج نفياً شديداً ويردون ردوداً تفصيلية على الذين ينسبونهم إلى الخوارج وقد استعمل الإباضية كلمة الخوارج وكلمة الخروج في خروجهم إلى الجهاد في سبيل الله وميزوا خروجهم عن خروج غيرهم بتسمية الآخرين خوارج الجور واستعملوا في التعبير عن أنفسهم أسماء المسلمين وجماعة المسلمين وأهل الدعوة ويقول العوى إن النظر المنصف ينتهي إلى عدم جواز إدخال الإباضية في نطاق مدرسة الخوارج الفكرية بل هم يمثلون مدرسة مستقلة جديرة بهذه المكانة لما كان وما يزال لها من فكر مستقل وفقه ناضج أهلاً ومرحباً بكم مجدداً الإباضية النشأة والتطور وجدل العلاقة بالخوارج موضوع هذه الحلقة من قراءة ثانية ومعي لمناقشته هنا في الأستوديو المؤرخ والباحث الليبية الدكتور علي محمد الصلابي مرحباً دكتور علي سعيد بوجودك معي في هذه الحلقة من هذا البرنامج حضرتك أصدرت كتاباً كبيراً من الصفحة أسميته الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج يعني أنت من مفكري أهل السنة ولست من مفكري الإباضية فلماذا هذا الكتاب يعني لماذا هذا الجهد البحثي الكبير الذي يبدو من عنوانه وكأنه الرد على من ينسب الإباضية للخوارج بسم الله والصلاة والسلام على وصول الله جزاك الله خير أخ محمد أتحت لي هذه الفوصة للحديث عن هذا الموضوع نحن في ليبيا من حوالي خمس سنوات أو ست سنوات ظهرت بعض الفتاوى ضد الإخوة الأباضيين في ليبيا وقالوا بعدم الصلاة خلفهم أو الصلاة عليهم فحددت فتنة مجتمعية في داخل المجتمع الليبي وأفتل العلماء على راسب المفتي الشيخ صادق الغذياني بجواز الصلاة خلفهم والصلاة على أمواتهم وحددت جدل والإخوة الأمازيغ في ليبيا أنا لازمت الصمت في هذا الموضوع في البداية فهم أصروا لابد أن تتحدث وأن تتكلم عن هذا الموضوع فقلت لهم أن أكتفي بفتوة الشيخ الصادق الغذياني في هذا الموضوع فقالوا لا نريد رأيك أنت أم أنت على نفس هذا الرأي فقلت أنا نحتاج المراجع المذهب الإبابي حتى نستطيع أن نحكم على هذا الموضوع أكثر ويحتاج دراسة وأنا ليست لدي لهذه المراجع وبالفعل عن طريق جمعية الفتح هذه في ليبيا موجودة من الإخوة الأباضية الأمازيغ وأيضا في أحد زياراتي للجزائر وأيضا الكتب الشيخ الخليلي والسالمي من عمان فجمعت هذه الكتب وكانت الرغم أن أكتب 30 صفحة 40 صفحة لتوضيح التباسات حول هذا المذهب يعني بمعنى أنهم مسلمون وفي دائرة الإسلام وبالتالي جواز الصلاة على أمواتهم والصلاة خلفهم وهم أخولنا في دين الله سبحانه وتعالى خصوصا نحن في ليبيا هذه الأشكال مش موجودة نحن عندنا زعماء وطنيين كبار مثال سلماء سليمان الباروني مشهور هذا مننا وعندنا أيضا علي يحيم عمر كاتب كبير الباروني زار عمان في منتصف القرن له صولات وجولات في الدفاع عن الدولة العثمانية والتصدي لاستعمار الإيطالي والبريطاني شخصية وطنية بامتيازة بالنسبة للشعب الليبي يفتخر بهذه الشخصية الوطنية وكذلك علي يحيم عمر له جهود ضد الاستبداد والدكتورية والدكتور عمر النامي مشهور مفكر ليبي إسلامي وهو من الناس الذين كتبوا عن الإباضية بشيء من الوسطية والاحتجام كيف تم تلقي هذا الكتاب عندما صدر بهذا الحجم أولا كيف تلقي في ليبيا كيف تلقي من قبل أولئك الذين اتهموا الإباضية أو الذين انتقدوا الإباضية أو الذين أخرجوا الإباضية ربما من دائرة طبعا ميزة هذا الكتاب أنه جاء من مؤلف اشتهر عند المسلمين أو عند أهل السنة بالدفاع عن تاريخ صدر الإسلام خصوصا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الدولة الأموية فله جهود في التاريخ الإسلامي والتصدي للمدرسة الشيعية والاستشراقية فيما تعرض له تاريخ الإسلامي رغم أن الإباضية لديها موقف معارض للدولة الأموية كما تعرف حضرتك أنا أيضا حتى في الكتاب نقشت هذا الموضوع نقشت هذا الكتب فبالتالي كوننا تأتي من شخص له جهود في التاريخ الإسلامي ومهتم بهذا الموضوع وله إصدارات وشاهد لها أهل التخصص بالقيمة وبالجودة فتيخرج مننا كتاب عن الإباضية فهذه جديدة بالنسبة للمجتمع الليبي في تاريخ الثقافة الليبية أو المؤرخين أو الكتاب أن يخرج بل أنا أقول ربما حتى في المكتب السنية أن أحد علماء أو طلاب العلم من أهل السنة يتفرق عاما كاملا من وقته بهذا المذهب في العقائد وفي الأفكار وفي التاريخ وفي القيم ويخرج بهذا التتضح له أن العباضية ماذا لها وماذا عليها فهي لا شك تهمت باتهامات خطيرة وهي باطلة وكاذبة وغير صحيحة بالنسبة لمن التزم بقيمة الإنصاف وبقيمة العلم في البحث العلمي وهذه إن شاء الله نأتي عليها طيب لماذا اعتبرت يعني عنوان الكتاب لماذا اعتبرت الإباضية مدرسة وليست مذهبا دينيا أو حركة سياسية كما صنفها البعض أنا استخدمت كلمة المدرسة لكونها تعطي أكثر سعة من كون المذهب مثلا المذهب الحنفي أبو حنيفة رحمة الله عليه توفى في السجن في عهد أبو جعفر المنصور يعني كان له موقف ضد الدولة العباسية لكن حركة أبو حنيفة لم تتخذ مثلا الأحناف يعني التنظيم الذي له أفكار وله رؤية سياسية ضد الحكم بالوراثة أو حكم الدولة العباسية بل نجد أن محمد بن الحسن الشيبان ونجد أيضا أبو يوسف أصبحوا من كبار فقهاء الدولة العباسية بل الدولة العباسية تبنت المنهج والفكرة الرئيسية المركزية في إعادة حق الأمة في الاختيار التي قامت عليها الفكرة الفكرة جابر بن زيد وأبو عبيد أن كلمة الإباضية استقر وإعترف بها علماء الأباضية في نهاية القرن الثالث الهجري أما في الأول هم كانوا يرفضون هذه التسمية نحن سنناقش مسألة النشأة هنا ولكن أنت حضرتك ذكرت أن للإباضية لها ما لها وعليها ما عليها سؤال الآن الذي يتبادر إلى الأنهان ما الذي يميز المدرسة الإباضية أو الحركة الإباضية أو المذهب الإباضية عن مذاهب الإسلام الأخرى هو أهم شيء في هذا الكتاب أن الإباضية لا يكفرون أهل القبلة ولا يستبيحون دماءهم ولا أعراضهم ولا نساءهم بل إن علماء الإباضية من جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي وعبد الله بن إباض والقدامى والمعاصرين دائما يتصدون في مناظرات ضد الخوارج ودائما يعتبرون أهل القبلة معصومين الدم فهذه الرسالة أثبتها علميا وهناك لابد من التفريق بين الأزارقة وبين النجدات وبين الصفرية وبين أتباع جابر بن زيد العالم الجليل التابعي الذي أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والسيدة عائشة وأنس بن مالك بل حوالي سبعين من البدريين ومن العلماء الكبار بل جابر بن زيد يشهد له علماء الإباضية بالإجماع وكذلك علماء أهل السنة يصنون على علمه وعلى زهده فهو مؤسس المدرسة وفقيه عالم من علماء التابعين سبق الإمام مالك وسبق الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حمد والأيمة الأربع تهو توفى 93 هجريا والإمام مالك 179 هجريا والإمام أحمد 211 هجريا هو كما قلت حضرتك كما هو معروف هو الأب الروحي للإباضية لكن هم لديهم فترة وهو من أزد عمان هاجرة مبكرة من عمان واستقرة في البصرة لكن مسألة نسب الإباضية إلى الخوارج هناك العديد من مؤرخي الفرق في تاريخ الإسلام من نسب الإباضية إلى الخوارج ومن اعتبر الإباضية فرقة من فرق الخوارج التي انقسمت إلى فرق عديدة كما أشرت حضرتك يعني من أبي الحسن الأشعري في مقالات إسلاميين إلى عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق إلى ابن حزم الظاهري إلى الشهرستاني يعني هل هؤلاء كانوا على خطأ في نسب الإباضية إلى الخوارج أم أنه لا بد أيضا من توضيح الفرق بين النشأة الأولى للخوارج ثم الإنقسام وبين الإباضية في تجليها الأخير يعني في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية قبل أن تؤسس دول لها في شمال أفريقيا وفي عمان وفي اليمن طبعا هناك العلماء الذين بحثوا في هذا الموضوع واضح أن الإباضية مدرسة إسلامية بمعنى مصادر التشريع والمرجعية الكبرى للقرآن الكريم وللسنة النبوية وللإجماع وللقياس وللاستدلال يدخل فيه طبعا مصالح المرسلاء والاستحسان وغيرها من القضايا هنا في هذه القضية حتى أن الشيخ الريسوني أحد علماء المقاصد الكبار من المغرب يقول أن الإباضية في مصادر التشريع والاستدلال هم أقرب لأصول أهل السنة من الظاهرية من ابن حزم لأن ابن حزم يقوم فقط بالقرآن والسنة ولا يقول بالإجماع ولا بالقياس فالإباضية يقولون بذلك الإشكالية بالنسبة لخصوم الإباضية في الفكر السياسي وفي رؤيتهم للدولة الأموية أن الدولة الأموية في قضية التوريث هم ضد مبدأ التوريث النقطة الثانية ضد الاستبداد والجور الذي مارسه الحجاج وعبد الملك ويزيد بن معاوية فهم كان لهم موقف قوي جدا ويروا أن هناك انحراف حدث للأمة في قضية الشورى فيما يتعلق بالشورى وبالتالي هذه الحركة أو هذا التنظيم أو هذه القيادة التي أخذت أبعادها السرية واسترشدت بالسيرة النبوية في قضاياها السرية وفي قضايا التنظيمية كانت تستهدف إرجاع حق الأمة في اختيار الحكام سنناقش هذا الجانب السياسي وهي مثلا مهمة هنا الحملات الدولة الأموية كانت شديدة ضد من ضد هؤلاء الناس أعتبرهم خوارج ولكن تسمية الخوارج منذ البداية هي لم تكن تسمية تحمل مدلولات سلبية ولم يكن خروجا على الدين ولا خروج على الخليفة علي بن أبي طالب إنما هو رفض التحكيم في مرحلة ما بعد الفتنة ما بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ثم كما تعرف حضرتك المسيرة التاريخية فأنا أقصد أنه كلمة الخوارج صفة الخوارج لا تحمل ذلك المحمول السلبي هو محمول سياسي بالدرجة الأولى فلماذا يرفض الإباضية الانتساب إلى حركة هي بالأساس رفضت أن توضع شرعية الخليفة علي بن أبي طالب موضع السؤال وهم من طرح لا حكم إلا لله يعني منذ البداية بالنسبة للإباضية الكتاب هم واضحين المرجعي للقرآن والسنة وعصر سيدنا أبو بكر وعمر واختدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وأيضا الخلفاء الراشدين الست سنوات الأولى من عثمان عندهم خلاف ما بعد الست سنوات الأولى بعدين في التحكيم هم كانوا مع سيدنا علي رضي الله عنه وضاه وسموا بالمحكمة بالمحكمة وإن كان المحكمة كانت دخل فيها الإباضية ودخلوا فيها أناس كثيرين رأوا أن سيدنا علي كان رضي الله عنه وضاه كان يجب أن يستمر في القتال أما أن يستجيب أهل الشام أما يتم هزيمته لأنه هو الخليفة الشبعي وبالتالي الرضا بالتحكيم رأوه خطأ سياسي من قبل سيدنا علي هذا الخطأ السياسي في وجه نظرهم لم يكن الإباضية فقط فيه بل كانت كتلة ضخمة هذه الكتلة جزء منها استطاع سيدنا علي يحاورهم عبد الله بن عباس وبعضهم حاورهم هو سيدنا علي رضي الله عنه وعرضه بنفسه وبعضهم لازم بيته وبعضهم هؤلاء دخلوا حتى في الإجرام هذه الكتلة الضخمة هذه الكتلة الضخمة الإباضية لم تكن ظهرت بالأساس حتى الفرق الأخرى الصفرية هذه بعدين بعد الـ 64 الهجرية نعم بما فيها الإباضية يعني بمعنى أنه أنا فقط أعود إلى السؤال الأساسي هو لماذا يرفض الإباضية الانتساب إلى حركة سياسية بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى لا تحمل محمولات سلبية مثل الخوارج لأنه حتى لا تحمل لأنهم أباحوا الدماء هما أباحوا الدماء فيما بعد هما أباحوا الدماء وأباحوا الأعراض وجعلوا أهل القرآن وأهل الأذان مستبحة أعراضهم ودماءهم أي عالم أي فقير لا بد أن يتصدى لهم صحيح ولكن عبدالله بن وهب الراسبي الذي اختاره المحكمة أو الحرورية بنسبة إلى حروراء أو أهل النهروان يعني قبل النهروان اختاروه خليفة للمسلمين وأسقطوا بالتالي شرعية الإمام علي عبدالله بن وهب الراسبي هو من أزد عمان ويعتبره الإباضية أحد الآباء المؤسسين للحركة يعتبرهم الخليفة الخامس بالنسبة لهم أنا في وجهة نظر أن هذا خطأ تاريخي حقيقي لأن الشرعية كانت مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في قضية الخلاف مع أنهم كفروا أعطاهم حرية التعبير هو لم يستخدم السلاح ضدهم إلا بعد مقتل عبدالله بن خبال وأمته وطلب منهم التسليم هذه الرواية السنية نقصد والآن نعكي في الرواية السنية صحيح هم الأرضية اختلفوا مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في التحكيم وفي قتال أهل النهروان اعتبر سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أخطأ في هذه القضايا أهل السنة نحن نقول أن سيدنا علي أصاب رضي الله عنه وأرضاه في إدارة ذلك الصراع الفكري وأعطى مجال للحرية الواسعة في التعبير بل قال أخواننا بغوا علينا أهم من الكفر فروا يعني أعطى رسائل في حرية التعبير وصلت إلى أن كفروا ومع هذا قال يصدلون معنا لا نمنحهم من أموالنا ما لم يقاتلون لما حدث ورفعوا السلاح جاءت مرحلة أخرى هذه المرحلة خلافها سياسي فيما بعد الروايات التاريخية سواء كانت من المدرسة الإباضية أو من المدرسة الشيعة أو من المدرسة السنية تراكمت عليها الأقوال يعني تجد روايات فيها موضوعة روايات صحيحة وروايات ضعيفة واختلط الحابل بالنابل في هذا الموضوع تغيرت في موسكو النقطة مهمة جدا أصبحت بعض المسائل التاريخية عند بعض المذاهب إلى أن أصبحت إلى شبح عقيدة وهذا خطأ يحتاج إعادة نظر لأن المادة التاريخية لا تصل لقدسية القرآن ولا أيضا لمصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في علم الجرحة لأنها تختلف فيها الأنظار وتتباين فيها العقول وتحكم فيها الرواية من حيث الضعف ومن حيث عدم وهذا علم مهم جدا يعني نحن نقول مرجعية القرآن أو السنة النبوية المادة التاريخية تكون متأخرة فأما أن نجعل من أحداث التاريخية ونحولها إلى عقائد ونوالي من أجلها ونخالف من أجلها في وجهة نظري هذا خطأ يحتاج إعادة النظر نعم هل يمكن القول أن ذلك الموقف المبكر لتلك الحركة تلك الكتلة الكبيرة كما ذكرت حضرتها التي فيما بعد مقسمت وتحولت إلى فرق من بينها الإباضية هل يمكن القول أن هذا الاتهام هذا المحمول السلبي للخوارج ثم للإباضية والفرق الأخرى الذي تبنته الدولة الأموية يعود إلى تلك اللحظة التاريخية هو لا شك كانت الأمور تراكمية في هذا 37 هجريا وسيدنا علي استخدم رضي الله عنه ورده كافة الأساليب الممكنة السلمية لإقناع أولئك الذين خرجوا عنه وعاملهم بحظية عجيبة غريبة على فكرة الأباضية مختلفين مع سيدنا علي لكن يبجلونه وإذا ذكروه يترضون عنه رضي الله عنه ورده ويستدلون بأراءة الفقهية هو وعثمان في المذهب الإباضي يعني هذا خلاف سياسي في هذه النقطة في نقطة التحكيم ونقطة قتال أهل النهروان وأنا أقول أن هذه مادة تاريخية ليست عقائدية يعني قابلة تختلف فيها الأنظار وأنا أقولها بكل صراحة أن الحق كان مع سيدنا علي رضي الله عنه وضعه يكون ذلك الموقف السياسي في النهاية في الأخير ظهر أنهم كانوا على صواب يعني ما حدث في المسيرة هما بعد بعد أن تمكن أهل الشام من الحكم وملاحقة يعني ابناء الإمام علي يعني لم يكن موقف الخوارج وكل الفرح كان موقفا صحيحا في رفض التحكيم منذ البداية هو سيدنا علي رضي الله عنه خليفة غاشد ورصوص صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي نعم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهو لا شك أعلم من عبد الله بن وهب في فهم القرآن ولفهم للسنة وهو اشتجاب منطلاقا من قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئى إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذه الآية في تطبيقها وفي الأحكام الفقهية المتعلقة بقتال البغاء أصبح المرجعية اشتهادات سيدنا علي رضي الله عنه سواء كان في المذهب الإباضي سواء في المذهب السنية فهي مرجعية للأمة في اشتهادات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولكن أمير المؤمنين هو إنسان أيضا يمكن أن تحدث منه بعض المواقف ربما التي قابلة للنقاش وقابلة للسؤال يعني قبول أن توضع شرعية الخلافة هو كان اشتهاد من أجل حقن الدماء يعني إذا كان الخليفة عثمان عثمان التهمة بأنه ارتكب أخطاء في الست سنوات الثانية من حكمه وقرب من قرب من أسرته وثم حدث التورة والاقتجاجات في مصر وفي غيرها من الأمصار هنا في هذه النقطة في الست سنوات الأخرى كما تعرضت الإباضية لحملات مضادة وعملات اتهمتهم بأباطيب وأنسقت بهم عقائد ليست لهم بها علاقة تعرض كذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضه للمعارضة المعارضة كانت لا تلتزم بالصدق فشوهت سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه تبنها عبد الله بن إباض لما تبنها عبد الله بن إباض في خطاب المشهور العبد الملك وذكر نقدة لسيدنا عثمان هذا النقد لسيدنا عثمان أمام الموازين العلمية والإنصاف والعلم والمعرفة لا تثبت لأنها أقوى المعارضة كما نحن الآن لما نرد على من يتهم الإباضية بالخوارج ويقول هؤلاء يستبحون الدماء ويستبحون الأعراض هذه دعوة من من؟ من خصومهم لأنهم لديهم رؤية سياسية وفكرية تهز عروشهم فيما يتعلق بالحكم وبالسلطة في أيام الدولة الأموية فهم شنوا عليهم حرب سياسية لكن السؤال عودته إلى الكتاب لا ولداني اسمح لي في المقاطعة عودة إلى كتاب حضرتك الآن وهو موقف تجاه من كان يكفر الإباضية في ليبيا قبل ست سنوات يعني لماذا استمر هذا الاتهام إلى الآن؟ ما هي المحركات ربما السياسية أو المذهبية؟ لا شك أنت تعرف أن الأمة مستهدفة يعني بتمزيقها من داخلها وبالتالي الدعوة نحن لإرساء السنب الاجتماعي الدعوة للاجتماع على القضايا الجامعة فيما يتعلق بالقيم والكليات أعطاء فرصة للاجتهادات وللحوار والنقاش هذا ما ندعو إليه هذا الكتاب يرصف فكرة أن الإباضية تحتاج إعادة نظر فيما قيل عنها اكتشفنا من قلال كلام الشيخ علي يحيام عمر في الأباضية في موقف التاريخ قال أنه طرحها بطريقة شخص متأثر له حماسة من أجل وحدة الأمة له حماسة من أجل أن تقف ضد المخاطر التي تهدد العقيدة وتهدد وجود هذه الأمة في شهودها الحضاري فقال لما تكلم على مقالات الإسلاميين كان كلام علمي قال أنا رجعت لمقالات الإسلاميين لأبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه وتكلم عليه بتبجيله باحترامه بتقدير قال لكن هذه العقائد وأنا ابن هذه المدرسة المدرسة الأباضية وهو متمكن ومتظلع في الفقه الأباضي قال خير موجودة لدينا لا عند علمائنا لا في مصادرنا فأنتم إذا أردتم أن تحكموا علينا أرجعوا إلى مراجعنا أرجعوا إلى علمائنا حضرتك الآن من خلال هذا الكتاب مقالات الإسلاميين نعم حضرتك من خلال هذا الكتاب الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن القوارج تدعو إلى إعادة قراءة الإباضية وتراث الفقهي والسياسي الإباضي من خلال المصادر الإباضية وليس من خلال المصادر ما قيل عنهم ما قيل عنهم طيب سأواصل معك هذا النقاش ولكن دعنا نأخذ استراحة قصيرة مشاهدين الكرام فاصل ونواصل النقاش ونسأل ضيفنا هنا ماذا نعرف عن نظرية الحكم عند الإباضية وما هي المسالك الأربعة للإمامة أهلا بكم مجددا الإباضية النشأة والتطور والجدل العلاقة بالخوارج موضوع هذه الحلقة من قراءة ثانية وجد الترحيب بظيفي هنا في الأستوديو المورخ والباحث الليبي الدكتور علي محمد الصلابي مرحبا بك دكتور علي مرحبا بك السؤال عن نسبة الإباضية إلى عبدالله بن إباض التميمي وليس إلى المؤسس والأب الروحي للإباضية وهو الإمام جابر بن زيد لماذا نسبت إلى عبدالله بن إباض وليس إلى جابر بن زيد ولماذا قبل علماء وفقهاء ومؤرخ الإباضية السابقون واللاحقون والمعاصرون بهذه النسبة بالنسبة للسابقين رفضوا التسمية في البداية يعني هم كانوا يسمون أنفسهم أهل الحق أهل الاستقامة أو جماعة المسلمين أو أهل الحق والاستقامة وحاولوا يدفعوا هذه التسمية لكنهم لم يستطيعوا نتيجة الآلة الإعلامية المضادة لهم كانت أقوى وكانت تتبنىها الدولة الدولة الأموية الدولة الأموية نعم ونجحت الدولة الأموية ونحن نشوفه نحن الآن حتى في الأنظمة التي نراها لما يخرج عالم له اجتهاد يصنف بطريقة أو بأخرى وتسلط عليه الآلات الإعلامية بطريقة أو بأخرى عبد الله بن إباض كان منافحا ومدافعا عن أفكار التي تطرح فيها مدرسة جابة بن زيد بقوة وكان متصدي أيضا للظلم لعبد الملك كان ناقد فيها فاشتهرت مناظراته ومساجلاته وآراءه وأفكاره كشخص هو أقرب للشخص الطوري وليس العالم الراصخ المتين القوي ولهذا كان لديه اندفاع في التعبير عن آراءه وعن أفكاره ولهذا حتى في المذهب الإباضي لن تجد له كثير مثل جابة بن زيد ترك عشر مجلدات في عهد هارون ورشيد كانت موجودة إلى مخطوطات أثرت في التاريخ الفقي للإباضي أو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في علمه أو حتى الربيع بن حبيب صاحب المسند المشهور فعبد الله بن أبي اشتهر بالروح الثورية في نقد عبد الملك وأخطاء الدولة الأموية الآن لنتعى الدولة الأموية متخوصون إذن الأمويون هم من أطلق على هذه الفرقة أو على هذه الحركة الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض أول حضورة حضورة الفكري والثقافي في الدفاع عن آراءة وشجاعة وقدرة على المناظرات منه ناظر الأمويين في أخطائهم وفي ظلمهم وناظر الخوارج أيضا نعم لكن من أين يأخذ في هذه الأفكار في هذه التعاليم في هذه المعرفة كان يأخذ فيها من إمام جابر من الاشتهر بهذا العلم الراصخ وكان هناك محاولة للحفاظ على شخصية جابر السرية الدعوية خوفا خوفا من اعتقاله مع النوع تم اعتقاله فيه ما بعد وبعض علماء الأباضية تم قتلهم بعضهم تشريدهم يعني حربتهم الحجاج حربهم بقوة أيام عبد الملك هم ارتاحت الحركة الأباضية في عهد سليمان بن عبد الملك وفي عهد عمر بن عبد العزيز حدث لهم ارتياح وعمر بن عبد العزيز استقبلهم وتم حوار ما بيناتهم وهو اختلف معهم لما جاء علي بن الحسين أبو الحرب اختلف معهم في تقييم سيدنا عثمان فطلبوا مننا البراء من سيدنا عثمان فرفض عمر بن عبد العزيز أبو عبيدة قال ليتهم أخذوا بكلام عمر بن عبد العزيز وهناك طبعا الموقف أيضا عبد الله بن إباض المساند إلى ابن الزبير يعني هنا تخرج هم ملامح الحركة الأباضية تخرج كمذهب وكمدرسة مستقلة عن الخوارج لها أصولها لها قواعدها لها فقهة تخرج بعد هذه بعد الأربعة وستين الهجريين نعم هم كلهم وقفوا مع عبد الله بن الزبير ضد حملة يزيد ونجحوا في الدفاع في الدفاع بعد ذلك هناك اختلفوا فهناك نافع بن الأزرق وطلبوا من عبد الله بن عباض فقال لا أنا لا أقاتل أناس يتلون القرآن في المساجد ولا يخرج من مآذنهم الأذان ودخل من صوامعهم الأذان ودخل هنا في مناظرات في أهل القبلة وحفظ دماءهم وأعراضهم وتميزت المدرسة بوضوح على سيرة المناظرات هنا العلاقة بين الإباضية هم يحبون المناظرات على فكرة صحيح النقاش والحوار والكلام العلاقة بين الإباضية والمعتزلة الفكر الاعتزالي خصوصا المسائل الجدلية التي استمرت طويلا في رؤية الله وخلق القرآن طبعا بالنسبة لخلق القرآن هذه قضية متأخرة في عاد جابر بن زيد وأبو عبيدة وربيع بن حبيب لم تكن موجودة أصلا لما خرجت مسألة خلق القرآن المدرسة الإباضية على ثلاث أقوال في التراثية فمن قال بأن كلام الله ومن قال بالتوقف ومن قال تأثر بأفكار الاحتزال وأحد الحكام من الأباضية رفض منع العلماء الجدل في هذه القضية اللي هو المهنى بن جيفر أعتبرها تولد نوع من الصدع الداخلي فمنحهم حتى من النقاش حولها هنا كثير من علماء الأباضية مثل الشيخنا الشيخ أحمد الخليلي وأيضا في التاريخ مثل أفلح بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرصمي يناهم قدرة في علم الكلام يعني متمكنين في علوم في ما يسمى بمدارس علم الكلام فهنا التأثر بالمدرسة الاحتزالية وأختلفوا مع المدرسة الاحتزالية ومثلا هم المدرسة الاحتزالية أرادت أن تكون جزء من النظام من الدولة العباسية في عهد المأمون وهنا الإباضية تعاطفوا مع الإمام أحمد واعتبروا أن هذا الظلم وأن هذا التكميم للأفواه وأن يعني إنك أنت صاحب الفكر لا تستخدم أدوات الدولة في قمع الإمام أحمد في الدفاع عن أراء أو عن أفكار أو عن عقيدته فحدث لهم تعاطفوا مع الإمام أحمد هناك كثير علماء الأباضية في عهد الإمام أحمد وهذه تحسب لهم فهم أيضا الأباضية المعتزلة ليست لديهم الشمول يعني كمدرسة تهتم بالجانب التربية الروحية لها ما يسمى بالعزابة مثل بعد سقوط الدولة الرسطومية في شمال أفريقيا الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة المغلقة بين أتباع المدرسة المعتزلة لا المعتزلة مدرسة كلامية ما اهتمتش مثلا بقضايا الفقه وقضايا الفقه في الصلاة والزكاة وعندهم آراء وعندهم أفكار وعندهم مثل المالكية مثل الشافعية مثل أيضا الأصول كانت أقوى كما قال طهر بن عشور رحمة الله عليه لما ذكر المذهب قال أصوله متينة وفروعه مرنة فكانت من أسباب الخلود والاستمرار المعتزلة بقت الأفكار لكن كمدرسة متماسكة أم على الوقت التناثم وأصبح لديها يعني مؤسسات وعمل لكن هنا خطأ بعض الناس يقولوا أن العقايد الإباضية هي عقايد الاحتزال لا هناك حدث تأثر إيجابي ولا سلبي هذه قضية تانية لكن ليست المدرسة الإباضية في عقايدها هي عقايد الاحتزال لا يوجد صحيح هذه طيب أريد أن أنتقل حتى في المرجعية حتى المرجعية أن قضية القرآن والسنة والإجماع والقياس في المذهب الإباضي حاضرة بقوة طيب أريد أن أنتقل مع حضرتك إلى مسألة يعني من خلال بحثك التاريخي المهم في هذا الكتاب يعني هل هل تتفق مع من يرى أن الإباضية هي أول من أسس للعمل السياسي السري في الإسلام تحديدا بعد أن تولى أمرها أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا هو من أوائل صحيح لكن أول لا من سبقهم في العمل السري المعارضي يعني منذ الدولة الهوموية يعني من سبق هذه الفرقة نقصد لك العمل السري ظهر ضد الدولة القائمة في عهد سيدنا إثمان ظهر في البصرة ظهر في الكوفة ظهر في مصر وتم هناك كان حركة سرية حقيقية قاد عبد الله بن سبع وغيرا وعندما يوصفون بالقراء يعني عبد الله بن سبع قادة كانت يعني سواء في توجيه التهم الظالم الباطلة لسيدنا عثمان في الحملات الإعلامية حتى تعثر بها عبد الله بن إباط وتبنى في خطاب العبد الملك وهي ما يصحيحة في الرسالة الشهيرة فبالتالي كان في عمل منظم ضد سيدنا عثمان استمر هذا العمل الخوارج نفسهم الذين قتلوا سيدنا علي رضي الله عنه كان تنظيم وكان سر وتعقدوا تنظيم فيه العلنية أكثر من السرية يعني الأزارقة والصفرية على بعدين البعد الأول كان سري فيما يتعلق بالاختيالات ولذلك هم اتفقوا الثلاثة لما تعاهدوا تعاهدوا قتل من قتل سيدنا علي رضي الله عنه وضاه وقتل معاوية رضي الله عنه وضاه وقتل عمر بن العاص هؤلاء ثلاثة في وقت واحد يعني كانت فيه عمل سري منظم صح ليس بالحجم الذي أخذت الحركة الحركة الإباضية في حال جابر بن زيد هنا تخرج عقلية أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم هذا من أكبر الشخصيات عند قاد ما يسمى بالحكومة الثورية السرية هذا على وصف تعبير عمرو النامي رحمة الله عليه قال أن أبو عبيدة كان يقود في حكومة ثورية سرية وشكل ما يسمى بالمجالس وأخذها من جابر لكن هنا تطورت أكتر ما يسمى بمجالس الشيوخ اللي هم المشرفين على الحركة في داخل البصر وداخل العراق وفي شمال إثريقيا واستخدموا التورية والتنكر حتى في تحركاتهم يعني أخذ بكفة الأسباب الأسباب الأمنية وكان لها مرجعية في ذلك يحاولوا يستدلوا بالسيرة النبوية في اجتهاداتهم في هذه القضية وعمل المجالس الثلاثة المشهور ومجلس الشيوخ هي القيادة الحكومة للحكومة السرية الثورية التي تمد الأتباع سواء في شمال إفريقيا أو في اليمن أو في عمان أو في غيرها من أتباعهم أو في لقاءاتهم المستمرة في مواسم الحج وأيضا المجالس العامة الوعظية هم اشتهروا بالوعظ لأنهم فيهم زرهاد وفيهم عباد كبار وفيهم شيء من التصوف يعني المدرسة العبادية تهتم بجانب التسكية اهتمام كبير عبر التاريخ يعني عندهم اهتمام بقضايا القيم بزرع القيم وقضايا القيام والصلاة والصيام وهذه القضايا يهتمون بها اهتمام كبير ففي الوعظ كانوا مؤثرين يعني اشتهروا بالخطابة الوعظية أيضا اعداد الطلبة اعداد الطلبة الذين يرسلونهم كنواة لقيام الدولة واختيار من يرون فيه النباهة والعقل وارسالة الى البصرة فهذه التشكيلات التنظيمات اشتهر بها هم أسسوا هم أسسوا هنا للعمل السري او نقلوه الى عمل مؤسس مؤسس معارض طيب نعود إلى مسألة ومع هذا التعرض للاختيالات والقاتل والملاحقة والملاحقة أجاب سجن يعني ربما لهذا السبب عندما قرروا إقامة دول أقاموها في الأطراف البعيدة عن مركز الدولة الأموية الدولة العباسية تحديدا لأنه الأول إمامة إباضية قامت في عمان هي في العام الذي سقطت فيه الدولة الأموية أم ساهموا في سقوط الدولة الأموية أم ساهموا في سقوط الدولة الأموية أو بصراحة هذا يقول إلى سؤال دكتور علي نحن الآن يمكن نسقط من الحاضر على الماضي يعني مسألة حق الأمة في اختيار من يحكم هذه التي تعرف اليوم بالديمقراطية وهي مطبقة هذه مسألة المسألة الأخرى مسألة تتعلق بما يعرف اليوم أيضا في الدولة الحديثة في الغرب تحديدا في أوروبا بالعقد الاجتماعي أليس الإباضية أيضا أولى من أسس لهذين المفهومين حق الأمة في اختيار الحاكم على اختيار الحر هذا ناحية ثم عقد البيعة الذي هو في صيغة العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الدولة في الغرب هو أول من أسس هذه القضية هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أعضا يعني لما انتقل إلى رحمة الله رسول صلى الله عليه وسلم ترك فراخ هائل لكن بعد مرحلة الخلاف الراشدة نتحدث بعد مرحلة الخلاف الراشدة يعني بعد قيام الدولة العضود هنا بعد قيام الدولة الأموية نقصد أنا يعني هم استدلالات الإباضية يرجعون للتاريخ يرجعون لفترة سيدنا أبو بكر كيف تم اختيار سيدنا أبو بكر كيف تم سيدنا عمر كيف حتى سيدنا عثمان لا عندهم مشكلة حتى سيدنا علي في اختيار لا عندهم أي شكالية يعني المرجعية الدستورية السياسية بالنسبة للإباضية في اختيار الحاكم تعتبر هذه المرحلة ما حدث في مثلا قضية الإمامة مثلا قضية الإمامة هم يرون إن أكرامكم عند الله يتقاكم وهم رمشورة بينهم وأن ردوا على الأحاديث الأئمة من قريش بخلاف أهل السنة في هذه القضية يستدلوا بالحوار الذي حدث في داخل سقيفة بني ساعدة يعني كان الحوار كان الأنصار يرون في أنفسهم إنهم مؤهلين للقيادة كان هناك حوالي أربع أو خمس أراء لكن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه اجتمع عليه الأنصار واجتمع عليه المهاجرين لأنه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في سبقة في بضلة في علمة في مكان تمر رسول صلى الله عليه وسلم فلهذا قدموه ولكن بعد الفتنة الكبرى بعد الفتنة الكبرى هم رفضوا أن تكون الإمامة لقريش يعني أنا أقصد هو هذا الرفض أن الإمام أن الحكم هو اختيار أو الحاكم أو الإمام هو اختيار من تراه الأمة صالحا ثم فيما بعد في أدبيات الإباضية وضعوا شروط للإمام هو لا شك أن الفكرة مركزية بالنسبة للإباضية قيمة الشورى وحق الأمة في اختيار حكامها وإن كان هم عمليا لما جاءت الدولة الرسطومية عبد الرحمن بن رسطوم بعدها عبد الوهاب بن رسطوم وبعدها محمد بن رسطوم يعني أقصد دخلوا في التوارث دخلوا في التوارث ولكن لديهم أيضا مفهوم الإمام المفضول والإمام الأفضل أي تمام أيضا لديهم التخريجات أنا في وجهة نظري الأنظمة الأنظمة يعني الآن في أوروبا في ممالك فيما يسمى بالملاكية الدستورية والانتخابات بطريق بريطانيا مملكة فيها ممالك دستورية ولكن في العالم العربي لم تقوم هذه الممالك الدستورية على هذا النحو يعني ما أريد أن أقوله دكتور علي أن هناك لدينا كعرب ومسلمين تراث لا أشك في ذلك مهم جدا لم يوظف لم يستفد منه وهو هذا تراث الحركة الإباضية فيما يتعلق بالشورى فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي الفقه الذي حدث في عهد الخلفاء الراشدين في ما يسمى بالعقد الاجتماعي في طريقة اختيار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه و أرضاه في قضية بيعتها في قضية الأمة في قضية المرجعية يعطيعوني ما أطعت الله و رسوله هذا كل صوابخ دستورية ولكن في الدولة المباضية فيما بعد هناك عقد الاجتماعي هناك عقد البيع بين أهل الحل و العقد و بين الإمام و ليس فقط في فترة الخلافة الراشدة على أهمية تلك المرحلة بطبيعة الحال هو أشوف هناك في هزيمة في عالم القيام عند بعض الناس يرى أن الديمقراطية حاجة هائلة و ضخمة لا شك أنها قيمة إنسانية يحترمها العقلاء لأنها تعطي للحق الإنسان في التعبير عن أراء و عن أفكار و اختيار الحاكم وهذا كلها جميل تمام لكن قضية الشورى أعمق وأقوى كقيمة إنسانية الإسلام أضاف لها بعدا آخرا أعمق لو كانت وظفة التوظيف الصحيح تمام ولهذا في سورة كاملة اسمها سورة الشورى في القرآن الكريم واستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون فهي قيمة تعبودية قيمة إنسانية لها علاقة بالعلاقة بين الحاكم و بين المحكوم واختيار الشعوب لحكامها لكن في نفس الوقت الإسلام أعطاها بعدا تعبوديا يترتب على تفعيلها الثواب و على تعطيلها العقاب ولها ديمقراطية تنتهي بانتهاء الإنسان خرجت روحها ينتهي ملاش علاقة بالقبر ولا بالآخرة لكن ممارسة الشورى لها علاقة بالقبر وبالآخرة بالثواب ماذا عن المسالك هذه التي تميزت به ما يعرف بنظرية الحكم لدى الإباضية المسالك الأربعة للإمامة و دعنا نركز هنا على مسلكين هما طبعا كما تعرف حضرتك إمامة الظهور أو الإمامة القدرة و إمامة الكتمان أو مسلك الكتمان و إمامة الشراء و إمامة الدفاع الآن دعنا نركز على مسلكين و أخذ وجهة نظرك الآن إمامة الظهور هذه مفهومة إقامة الدولة هذه نعم قيامة الدولة قيامة الدولة أو الإمامة ولكن هل تعتقد الإباضية اليوم في هذا الزمن من خلال بحثك التاريخي المهم في هذا الكتاب أن إمامة الكتمان لا تزال قائمة لدى الإباضية الآن في هذا الزمن في هذا الوقت في ظل كل هذه التحولات تحولات الإجتماع البشري الإنساني التحولات السياسية هل قائمة ما زال هل هم يؤمنون بمسألة الكتمان الآن أنا لا أدري في هذه القضية لكن عادة طبيعة الأفكار والعقائد ممكن تضعف لكن لا تموت طبيعتها ليس الفكر الأباضي فقط في عموم الأفكار والعقائد في طبيعتها لكن في وجه نظري أنا الفكر الأباضي عند انحياز للشعوب في اختيار حكامها هذا المعنى وبالتالي نحن نجد مثلا يعني وقوف مع قضايا الأمة الكبرى في صراعها مع الخصم الذي يريد أن يستبيح بيضتها في العقائد أو في القيام أو في ثوابتها لكن الكتمان هنا تتعلق بدولة الإباضية بالإمامة في حال أنها غلبت تغلب عليها صار الحكم بالغلبة فتعود إلى الكتمان وهي لا تنتهي حسب المفاهيم لديها هو لا شك أنا التفاصيل هذه ليست لديها لكن الذي يعرفه أن طبيعة الأفكار لا تموت طبيعة الأفكار لا تموت والعقائد لما تكون في نفس الإنسان ممكن تضعف وتقوى حسب الظروف وليس هذا خاصا بالفكر الإباضي لكل الأفكار لكل العقائد سواء كانت ربانية أو شيطانية وهنا تحدث سنة التدافع بين الخير وبين الشر وبين الهدى وبين الضلال وبين الحق وبين الباطل ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدة الأرض دكتور علي إذا كانت هذه الحركة قامت تاريخيا على مسألة رفض أن يكون الحكم قرشيا أو حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون الحكم حكم الشورى إذا كانت الحركة تاريخيا قامت على هذا المبدأ في مسيرتها وأسست دولا في شمال أفريقيا وفي الجزيرة العربية في عمان ربما الدولة استمرت طويلا هي في عمان يعني عندما ينتفي هذا المبدأ مبدأ الشورى في الحكم هل يبقى للإباضية من قيمة في البعد السياسي أشوف المذاب السنية مثلا كل المذاب السنية ترى بمرجعية القرآن والسنة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولكن بطريقة أو بأخرى في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية يعني جاءت نوع من المهادنة نتيجة الدماء التي التي زهقت نعم وذهبوا لما يسمى بإمارة المتغلب يعني هذا موجود وإن كان خالفوا مثلا في العباسيين معا بنوا العمومة هم العباس واخذوا وخرجوا على الأمويين لكونهم ظالمين ووصلوا إلى السلطة والحكم عن طريق الثورة وكان مرجعيتهم بذلك عبد الله بن عباس لما قال لسيدنا الحسين رضي الله عنه وضاه لو ذهبت إلى اليمن فإن لها شيعة وأن تختفي وترتب نفسك وتنظم وأحفاد عبد الله بن عباس أخذوا يعني هم الطور السري يعني الطور السري يعني حسميها الحركة العباسية السرية استطاعت في نهاية الأمر تقضي على الدولة الأموية فبالتالي الأفكار العباضية الفكر الأباضي لمرجعية القرآن مرجعية السنة مرجعية الإجماع مرجعية القياس مرجعية عهد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان اختلفوا مع سيدنا عثمان في آخر عهده مع سيدنا علي في الجانب السياسي لكن كمرجعية دينية أو فقهية لا ما عندهم شيء إشكالية كممارسة كممارسة سياسية لها علاقة بالاستطاعة لا ينكلف الله نفسه صحيح صحيح ولكن هم أصروا على مبدأ الشورى وعلى مبدأ رفض التوريث في الحكم لا يقولون بوجوب الخروجة يقولون بجواز الخروج عند القدرة لكن وجوب والوجوب لا يقولون بذلك ولهما تعايشوا مع الدولة الأموية لماذا هم دخلوا في طور دخلوا في طور الكتمان حتى سفطت الدولة الأموية بدليل أنهم أعدنوا إمامتهم يعني هم أنا عادة هذه ملمة هذه من الخلاف بينهم بين الخوارج الخوارج الأزارقة ذهبوا إلى منطقة وأعلنوا ولا النجدات لكنهم عاشوا في وسط المجتمع أخذوا بالكتمان في القضايا التي لها مسيس وصدام مع الدولة أو الحكم أو السلطة القائمة لكنهم في نهاية الأمو تعايشوا مع الدولة الأموية هتعايشوا قبل أن يعلنوا دولتهم المستقلة لكن عندما أعلنوا دولتهم المستقلة وحورموا حتى من الدولة العباسية هم حاربوا الدولة العباسية لكنهم أعلنوا عن أنفسهم بالحوار والنقاش مع أحد الأمويين لما كان عادلا وكان يرونه رفع ظلما وأرجع الحقوق إلى أهلها في عهد عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز أموي نعم هو أموي من الحكومة الأمويين وجاء يعني جاء بالتوسية من سليمان يعني هي أقرب للتوريث صح عمر بن عبد العزيز بعدين رد الأمر للأمة وجدد البيعة لكن قضية في البداية هو التوريث يعني من سليمان ابن عم عمر بن عبد العزيز ومكن من الحكم الأباضية لما رأوا في شخصية عمر بن عبد العزيز العادل ورفع الظلم بالعكس أثنوا عليه ويترحمون عليه إلى يومنا هذا وبالتالي لما يأتي أي حاكم بالتوريث ويقيم العادل ويرفع الظلم يعرفها مقاس على أي حال هم الإباضية أيضا كما أشرت حضرتك في الدولة التي قامت في شمال أفريقيا كانت دولة وراثية وأيضا في الدولة الإباضية التي قامت في عمان أيضا تم توارث الحكم فيها للأسف الشديد دكتور علي محمد الصلابي انتهى وقت هذه الحلقة مشاهدين الكرام أشكر ضيفي المؤرخ والباحث لي بالدكتور علي محمد الصلابي أشكر متابعتكم وحتى ألتقيكم في مثل هذا الوقت الأسبوع المقبل وقراءة ثانية جديدة لموضوع آخر تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا محمد اليحيائي إلى اللقاء اشتركوا في القناة